جسمه شبه الديب وراسه رايبة جدا من راس التعلب ورجليه رايبة جدا من الغزالة بس هو ولا هو ديب ولا تعلب واكيد مش غزالة ولا كلب حد اه وفوق ده وده البيبي بتاعته ريحته زي الماريجوانا. السلام عليكم مهند معكم. فيديو النهاردة انا متحمس ليه جدا عشان سلالة اللي هنتكلم عليها النهاردة غير ان هي جميلة جدا وهي غريبة جدا. فيديو النهاردة هيكون عن او الزئب دول عرف. آآ علاقته بالذئب مجرد انه هم مشتركين في الاسم مع بعض. لكن غير كده هم مختلفين عن بعض وهنشرح ازاي مختلفين عن بعض. آآ اللي حقوله ده ممكن يكون ممل لكتير منكو بس مهم عشان نفهم الدنيا مش هزاي. آآ في الكائنات الحية كائنات الحية بتتقسم او بتتصنف آآ تحت بنوديا. ففي عندنا تصنيف كبير جدا آآ في بند الحياة حية اسمها الماماليا. او الثادييات. واللي بتضم مجموعة كبيرة جدا من الحيوانات. بعد كده الماماليا بتتقسم لكذا تصنيف منهم تصنيف حاجة اسمها كارنفورا. الكارنفورا دي اللي هي اكلات الهوم. زيها زي كلاب. القطط. آآ الزئاب. النمور. الاسود. آآ آآ الحاجات دي. بعد كده الكارنفورا بتتقسم لحاجات كتيرة جدا من ضمنها حاجة اسمها كانيدا. الكانيدا دي عائلة الكلبيات. آآ زيها اللي بيبقى تحتيها آآ الكلاب والزئاب والتعالب. ومن ضمنها الزئب ذو العرف. تحت الكانيدا في حاجات كتيرة جدا من ضمنها حاجة اسمها جينس كرايسوسيومون. وده آآ تصنيف او جينس آآ تحتي حيوان واحد بس. وهو الزئب ذو العرف. وده بعيد تماما عن تصنيفات اكلاب والذئاب والتعالب. آآ مش دي اقرب حاجة لأ. آآ ده بده العرف اقرب حيوان حي قريب منه كتصنيفات او كلاسفكيشنز. حاجة اسمها كلب الاجام. او البوش دوغ. واللي ممكن نتكلم عليه في حلقة كبيرة جدا لوحده عشان هو اسمه كلب الاجام بس هو برضو هو مش كلب. آآ آآ اماكن تواجد الماندولف او الزئب ذو العرف هو امريكا الجنوبية. وهو يعتبر اطول حيوان في العائلة الكلبية بكل تصنيفاتها. طوله من عند الكتف بيكون تسعين سنتين. وراسه من غير ودانه بيكون طوله مية خمسة وعشرين سنتين. الغريب فعلا مع طوله ده بيكون وزنه في حدود خمسة وعشرين كيلو. وده وزن خفيف جدا مقارنة بطوله. ولو قرنته بزئب الجري وولف مسلا واللي بيكون طوله من عند الكتفة في حدود تمانين سنتين. لكن وزن الجري وولف بيكون ضعف وزن الماندولف مع انه اقصر منه. ودي حاجة غريبة جدا. آآ سبحان الله رجلين الماندولف آآ طويلة جدا آآ واللي بتخليه يشوف كويس جدا من فوق الاعشاب الطويلة اللي بيعيش في امريكا الجنوبية. واسمه ذئب الظلعرف عشان عنده آآ مجموعة شعر اللون هاسود آآ على رقابته من ورا كده آآ على قفاية يعني آآ بتقف آآ وبتديله طول فوق طوله لما بيواجه خطر قدام الحيوانات التانية واللي بتسبب له آآ تهديد حقيقي زي اكلاب والبومة والاسف الانسان. حاجة غريبة تانية ان الماندولف مش بياكل هوم بنسبة مية في المية. واجبة اللحوم آآ بشكل يومي بالنسبة للماندولف مش بتعدي الخمسين في المية. الماندولف بياكل الثمار النباتية البرية الموجودة في البيئة بتاعته واللي بيكون اشهر ثمرة فيها حاجة كده شبه الطماطم اسمها الولف ابل. آآ لكن برضه ساعات بيصطاد آآ حيوانات صغيرة زي القوارض صغيرة الفران آآ رانب آآ طيور وساعات اسماك. وده انو طويلة وقوية جدا. وبتلف في جميع الاتجاهات بشكل منفرد يعني ممكن ودن تبقى بصة يمين ودن تبقى بصة شمال. ممكن ودن تبقى مركزة قدام ودن تبقى مركزة وراء. آآ وده بيخليه يسمع كل اللي حاوليه بشكل دقيق جدا. وآآ طريق صيده بتكون قريبة جدا من طريقة صيد التعالب. وعلى عكس الزئاب الزئب الغرف مش بيعيش في مجموعات. بيعيش لوحده تماما على مدار السنة. وبيتجمع آآ كازواج فترة التزاوج آآ ما بين ابريل ويونيو. آآ واللي بعد كده الزجين بيحموا المنطقة بتاعتهم وبيحددوها وبتكون في حدود تلاتين كيلو متر مربع. بيعلموا الحدود بتاعتهم بريحة بول مميزة جدا واللي آآ واللي ريحتها قريبة جدا من ريحة حشيش المرجوانة. آآ لدرجة ان في الفين وستة في جنينة حيوانات اسمها روتردام. في بلاغ جاء للشرطة ان فيه اشخاص بيدخنوا المرجوانة في جنينة الحيوانات. وبعد ما الشرطة فعلا اتحركت وجم اكتشفوا ان ريحة دي جاية من قفص الماندولف. اللي كان بيمسي على الناس. السبب في الريحة دي مادة في البول اسمها بايرازين. واللي ممكن الحيوانات بسهولة جدا ان هي تشمها وتعرف ان دي منطقة حيوان غريب من اكتر من ميل. من اغرب الحاجات اللي في الحيوان ده هو صوته. حاجة كده خليط ما بين هوهوة الكلب وصوت الاسد. مضروبين مع بعض كده صوت غريب فعلا اول مرة اسمعه في حياتي. التوسعات الزراعية بتاعت الدول اللي في جنوب افريقيا بتاكل في الغابات اللي بيعيش فيها الماندولف. وده تسبب ان المساحة الكلية اللي بيعيش فيها الماندولف قلت بنسبة تمانين في المية. آآ في الفين وتمانية عملوا محاولة كده عشان يعرفوا آآ عدد الحيوانات اللي لسه عايشة قد ايه توصلوا ان الحيوان ده فيه منه مجرد تلاتة وعشرين الف وستمائة حيوان منهم واحدة وعشرين الف وسبعمائة حيوان موجودين في البرازيل. وده عدد قليل جدا. الماندولف آآ بتولد آآ الانسة بتاعته مرة واحدة بس في السنة. آآ بعد فترة حمل في حدود آآ خمسة وستين يوم. آآ بطنها بتشيل من جرو واحد لخمس جراوي. والاب والام بيفضلوا موجودين مع بعض لحد ما نتاية تولد ولحد ما آآ الجراوي تكبر وتعدي الشهور الاولى من عمرها. طبعا حاجة زي كده آآ صعبة جدا يعني هي بطنها غير ان هي بتشيل عدد قليل آآ غير ان هي بتولد مرة واحدة بس في السنة آآ فده بيخلي العدد حتى لو زاد آآ بيزيد ببطء شديد جدا. آآ ما حدش يعرف آآ الماندولف العمر المتوقع بتاعه قد ايه في البرية لكن في آآ الاسر يعني في جنانة الحيوانات وكده بعيش لحد آآ خمستاشر سنة. آآ دي كانت تجربة فيديو كده آآ حاجة بعيدة شوية عن كلاب. احب اعرف رأيكو كان في الفيديو ده ايه. آآ هل نكرر آآ حاجة زي كده هل نكمل نتكلم عن انواع زئاب وانواع تعالب مع انواع كلاب يعني من كده كده مش هوقف كلاب بس آآ هل يعني تحبوا تعرفوا اكتر عن الزئاب والتعالب ولا التجربة دي ما تتكررش داني. آآ رأيكم مهم جدا بالنسبالي. وهحاول بخاطر الامكان ان انا اقرأ آآ اكبر عدد من موجود بحيس ان انا اعرف الفيديو بتاعكم. ده كان فيديو النهار ده. يارب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك. سبسكرايب. فولو على الفيسبوك والانستغرام. وتشوفوا الفيديو هاتي اللي فاتت. سلام عليكم.